جيش زنبابو يستولي على السلطة ويقول مقابي بخير وواشنطن وبريطانيا يدعوان رعاياهما للاحتماء وفي الموصل وبعد ضرد داعش مراكز الطفولة تعيد تأهيل مبانيها لاستقبال الاطفال من جديد وبشرة لمرضى السلطة شركات التكنولوجيا الحيوية تسريع الخطة تسريعها لتجنيد البكتريا ضد المرضى أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من زنبابوي إذ أكد جيش زنبابوي استيلاءه في هجوم يستهدف مجرمين محيطين بالرئيس روبرت موغابي لكنه بعث بطمأنة على أن الرئيس وأسرته بخير يأتي ذلك بينما نفى ضباط بالجيش زنبابوي وجود انقلاب عسكري في بلادهم وأكدوا أنهم يستهدفون المجرمين المحيطين به فقط وعلى خلفية هذه الأحداث نصحت حكومة بريطانيا رعاياها في زنبابوي بعدم النزول إلى الشارع والبقاء منينا في منازلهم حتى يتضح الوضع السياسي في البلد الأفريقية كما دعت سفارة الولايات المتحدة في هرار الأمريكيين الموجودين هناك إلى الاحتماء دعت فرنسا وروسيا وإيران إلى فعل كل ما في وسعهما لوقف الضربات الجوية التي تستهدف المدنيين في سوريا والوصول إلى وقف نهائي للأعمال القتالية بعد قتل ما لا يقل عن 61 شخصا في قصف لسوق مفتوح وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ثلاث ضربات جوية استهدفت السوق في بلدة الأتارب غربي حلب فأودت بحياة 61 شخصا على الأقل وفقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تمرير قرار ضد الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا أبرزها دعوة ميليشيات إيران للانسحاب من سوريا وقد دان القرار الأممي الانتهاكات والتجاوزات الممنهجة في حق المدنيين السوريين من اطلاق الثورة في عام 2011 مع تحميل النظام مسؤولية العنف وفي سوريا أيضا ومع تضيق الخناق على أفراد تنظيم داعش وخسارتهم أهم المناطق التي كانوا يحتلونها في سوريا خاصة في دير الزور تزداد الخلافات بين مقاتلهم وأمرائهم كما أنهم يستخدمونهم ضروعا بشرية للمدنيين مراصلاتنا روناك شيخي التقت عددا من الفارين من دير الزور والبوكمال وعدت لنا التقرير التالي يمضي مسرعا إلى خيمته ليخفي وجهه عن الكاميرا قبل أن يحدثنا عن الفضاء التي شهدها أيام حكم داعش وخوفا على من تبقى من أهله في مناطق سيطرة التنظيم إنه نجم من الميادين الذي شهد خلافات داعش الداخلية وامتلاء السجون بعناصره التجديد الإجباري طبعا هو صار نتيجة تسيب آلاف من عناصر الدولة وكثير منهم كان بالسجون يعني نحن كنا مسجونين كان أكثر من 95% من السجنة من عناصر الدولة لأن صار فيه تكفير ما تكفروا بعضا وقاموا على بعضا حتى في جارز قتلوه يعني صار فيه مقاوم وقنابل وكبوا عليهم حزامين وقتلوه فالنصار عنده نقص بالتعداد المواقع تبعا كانت مواقع اسكرية أو مخازن أسلحة أو تصنيع تصنيع كله بين الأحياء المدنية يعني نحن من فترة واحد من قرابي كانوا محاطين مستأجرين مكان بضمن حارة على أساس المواد غذائية معاملين العقد معاه طبعا نعملوا عقد يعطوه أجار مثل عادي ما حسنا لدب انفجر المكان وروح في واحد من قرابي راح تعينه وإيده راح تظل فترة طويلة يتعالج فيه أكثر من تقريبا 20-25 واحد اللي قتلوا فيه كثير ماتوا يعني وبعد ما ماتوا وطلعت البراءة تبعا أنا بعرف واحد آخر شيء بصرة كان مسجون معنا مع القلب هذا فيه يعلقوا بالعكس يعني ربطوه من إجرية بالبلنغو يعلقوا بالعكس هو مع جلطة فمات بعد ما ماتوا وطلعوا البراءة تبعا فيحكونا كان لبس جنك اللي يمرضت كذا كان لبس تموت دقوا علينا الباب ونطلع ندفنكم وبعد معاناة ورحلة شاقة هاربا من المعارك الدائرة مع تنظيم داعش يتنفس خليل السعدة ويحاول ترتيب خيمته لينعم بقليل من الأمان بعيدا عن الطانب ويحدثنا عن آخر أيام داعش انهيار غير طبيعي بالنسبة للدواعش انهيار غير طبيعي وكانوا ينسحبوا مع الأهالي وين ترجع الأهالي هم ينسحبوا وراها المكانات الأمامية ما يخلوا بها كم واحد بتلاقي بالحارة خمسة عشر أكتر ما ذي كانت لما منع ناصرهم يريدوا الهروب يشغلوا مطور الكهرباء البتر ويحطوا له برميل مازوت ويتركوا الأضوية شغالة والإنارة ويهربوا ويمنع الناس تهرب كانوا يهربوا ويمنع الناس من الهرب كانوا بدنا الناس يحطوها دروع بشرية التنظيم الذي يلفظ آخر أنفسه يحاول جهدا تعزيز دفاعته واستخدام المدنيين كورقة ضغط على القوى التي تحاربه وخاصة بعد أن خسر أهم المناطق التي كان يسيطر عليها هناك شيخي لأخبار الآن من ريف دير الزور الشرقي لنشرتنا بقية مشاهدين ولك لنا عودة بعد فاصلا قصير فحييكم من جديد مشاهدين الكرام ومستمرون في أخبارنا وفيها أيضا وصلت مراكز الطفولة مشاريع تأهيل مبانيها تمهيدا لفتح أبوابها أمام أطفال مدينة الموصل بعد أن أغلقها مقاتلو داعش خلال فترة احتلالهم المدينة حيث سعوا إلى تخريب عقول الأطفال وتغذيتها بأفكارهم الإرهابية مراسل أخبار الآن ميسام يوسف والتفاصيل من بين أكثر شرائحي المجتمع تضررا من احتلال داعش للموصل كانوا أطفالها الذين تعرضوا لأبشع أنواع الظلم والإرهاب فلم يكتفي التنظيم من هذه الممارسات بل أقفل مؤسسات رياض الأطفال التي كانت أغلب المعلمين فيها نساء قطع داعش أرزاقهم بفعل جرائمه قبضنا بين داعش الموقش ولاحظنا الصور ولاحظنا عمليات داعش التخريبية إلى أبعد حدود وصل الخصة فيهم إلى وضع شخبط على صور حيوانات وبرمجات مائية للأطفال أفكار داعش الهمجية والغريبة عن مجتمع الموصل طالت حتى براءة الأطفال محاولا بكل إجرامه خلق جيل منهم يساهم بخراب المدينة عبر منعهم من تلقي العلوم التي تناسب أعمارهم وتدريبهم على ممارساته الوحشية بالنسبة لمدينتنا مدينة الموصل بعد ما صارت الأحداث وتغير القرنات ونحن شوية وصلنا بعيدين عن العالم فنحاول نحن كمشرفين تربوين نعيد للأطفال ما سبقنا العالم من خلال البرامج والمناهج الجديدة اليوم مثل ما نشوفون برياض الأطفال بدت الحياة تتعود من جديد من خلال ابتسامات الأطفال والمناهج التي تتواصل مع العالم العالم الخارجي لأن العالم كان يتطور جدا جدا ونحن في بلدنا العراق لدينا قابليات كثيرة وامكانيات خاصة تهتم بالأطفال معظم بنايات رياض الأطفال في الموصل عاث داعش فيها فسادا كهذه البناية التي تقع في حي الشرطة الشرقية الموصل حيث شوه جدرانها التي كانت تزينها رسوم كارتونية جميلة فحولها إلى أشكال بشعة بعض شباب حي الضباط ومنظمة حقوق الإنسان قاموا بالتطوع لعادة الروضة إلى أطفال حي الضباط وجاءوا وسوف يقوم بتعمير الروضة وحدائقها رياض الأطفال عاد ليفتح أبوابه ثانية في الموصل وامتلأت الجدران برسومات مختلفة الألوان وعادت ضحكات الأطفال بجهود ذاتية ومبادرات الأهالي حيث الأمل يحدوهم بعودة مدينتهم إلى جمالها وهذه المرة من بوابة المستقبل تمكن قراصينة من تكير شبكة داعش الدعائية المعروفة بالسم وكالة أعماق بعد قلب ثلاث ساعات من ادعاء التنظيم المتطرف أنها غير قابلة للاختراق تفاصيل أوفى حول الموضوع مع الزميلة ميسون باركة وفقاً لصحيفة اندبندنت البريطانية كشف المخترقون المنتمون إلى مجموعة سايلنس دو ويرتس أو اسكات الكلمات عن لائحة تضم حوالى ألفين عنوان إلكتروني للمشتركين في أعمق مجموعة سايلنس دو ويرتس هي نخبة من القراصنة متخصصة في استهداف مواقع داعش وخوادمها التي استمرت في الترويج ونقل الدعاية إلى أتباع التنظيم على الرغم من الحملة الدولية المتزايدة ضده الصحيفة تؤكدت أن الهجمات السيبرانية على شبكة داعش دعائية شهيرة عطلت تحديثات على الموقع بينما بقيت تيليجرام المنصة الوحيدة التي استمر فيها داعش ببث دعايته الإعلامية في الوقت ذاته عملت مجموعة داعش جرام على زرع الشكوك والخلافات بين أنصار داعش على منصة تيليجرام وذلك بإنشاء حسابات تصدر تصريحات وهمية مقنعة الأمر الذي أثار الريبة بين مناصري التنظيم المتطابف وعليه تقول الاندبندنت أن أنصار داعش أصبحوا مشوشين ولم يعودوا يفرقوا بين الحسابات الوهمية والحقيقية وعادة ما يخفقون في التخمين والاندمام إلى الحسابات الوهمية معتقدين أنها حقيقية بعض منشورات داعش جرام تنشر مقاطع فيديو تسخر من مقاتلي داعش في حين تنشر إذاعة وهمية معلومات عن الخسائر التي يتعرضون لها إضافة إلى أنباء عن انشقاقات تقع بين صفوف المقاتلين فضلا عن تسليط الضوء على عدد من المخبرين والجواسيس في الخلاصة يرجح مراقبون أن هزاء مداعش الأخيرة في العراق وسوريا شجعت كثيرا من الحكومات والنشطاء على التركيز على شبكة التنظيم الإعلامية المعقدة والتخطيط لشن هجمات ضدها غير بقية ولن تتمدد عنوان الحلقة الخاصة من نجوم بلا حدود التي تعرض يوم الجمعة المقبل على شاشة تلفزيون الآن عشرة مراسلين اشتركوا في إعداد تقارير تهدف إلى نشر الفكر المناهض لداعش ومحاربة التطرف بكل أنواعه مراسلتنا في بيروت ريسي أبي أنتون رافقت كواليس الحلقة ووفتنا بالتقرير التالي محاربة وأفكار تنظيم داعش ووحشيته وهمجيته رسالة أعلامية نمتهنها في تلفزيون الآن نلتزم بها عقيدة لنبث رسائل في التسامح والأمل ومن على منبري برنامج نجوم بلا حدود اختار تلفزيون الآن تنظيم حلقة خاصة على طريقة المسابقة يسلط فيها الضوء على إجرام داعش فتعرض عشرة تقارير إخبارية لمراسلين في مناطق الأزمة ليتم التعليق عليها بلسان أهل الفن والاجتماع والأعلام كثير حبيت أني اشترك بها الحلقة لأنه ما حسيت بعد لحد هلأ ولا تلفزيون يعني ولا برنامج عطى قيمة للمراسلين مراسلين الأخبار اللي بيضحوا بحياتهم رح حتى يقدموا لنا أخبار حقيقية وقيعية عم تحصل خاصة بالأحداث اللي عم نشاب العالم العربي كلهم الناس معاودين أنه كرال يام نشوفها عم بتخني أو ببرامج منوعات أو عم بعتقرأة بأصوات جديدة أو مواهب بس أصرت أني وفقت غريع الحلقة لأنه حسيت كمان لازم شوفه جانب آخر جانب المواطنة اللي قاعدة ببيتها وحب تحضر أخبار ويصلى أخبار بيهمة عن الشي اللي عم بيصير بحياتها من منظار مختلف تماما تعالج التقارير التي تصوب على عنف داعش وإجرامه فالرسالة الأعلامية في زمن الأزمات لا بد وأن تكون أداة سلم البرنامج كتير حلو بشدد على دور المراسلين وشفنا التقارير كتير حلوة من العالم العربي عن داعش وأنا استفدت به هالتجربة بأنه شفت كيف زاوية مختلفة لمراسلين شباب محترفين وغير محترفين كيف قاربوا المواضيع طبعهم كتير مهم نشدد على دور المراسلين على الأرض لأنه هن اللي بيعتوا غنى لنشرات الأخبار وهن اللي ممكن يطوروا نشرات الأخبار بالعالم العربي فيه تجارب كتير حلوة هاشتاج غير باقية ولن تتمدد هو عنوان هذه الحلقة الخاصة وقد اختاره تليفزيون الآن تأكيدا على رفضه للتطرف العنيف أهمية هذه الحلقة أنه عم تضوي على موضوع كتير سياسي ولكن يحمل طابع اجتماعي عام يعني يطال الشاب والصبي والفتاة والفنان والإعلام والسياسي يطال كل فئات المجتمع فحبينا أنه نعمل حلقة خاصة تتناول موضوع الإرهاب كيف تأثير الإرهاب وكيف هيدا التنظيم الإرهابي فعلا مش باقي مش باقي ليش لأنه فيه بعد فصحات من الأمل بقلوب العالم بصمود العالم بإرادته لمحاربة هذا التنظيم وكان فعلا مشاركة المراسلين جدا مهمة لأنه عكسوا هذا الشيء بتقارير وفيما التنظيم الإرهابي إلى زوال قريبا غير أنه شكل مفترقا مهما في مسيرة العمل الصحافية فالأنسنة مطلوبة أولا في مقاربة المادة الأعلامية ومعالجتها كيف إذا كنا عم نشتغل عن موضوع حساس جدا عن موضوع عم يهدد مستقبلنا بالمنطقة العربية وبالعالم أيضا يلي هو الإرهاب أكيد بدنا نكون عم نشتغل بطريقة كتير زكية بطريقة كتير إنسانية نفرج الوجه البشع لهذه التنظيمات أنه نقدر نقنع المشاهدين بالحرب ضد هذه التنظيمات وأيضا أن أنسن دايما مواضيعنا إن التقارير العشر التي عرضت ضمن هذه الحلقة تدخل في مصابقة فيها رابح واحد لمبلغ مالي من 30 ألف درهم فتعطي لجنة التحكيم آراءها بنسبة 75% على أن تمنح أكبر نسبة مشاهدة لأحد هذه التقارير على حساب القناة على موقع يوتيوب نسبة 25% من العلامة المتبقية لا شك أن صحافة العربية وكبت ظلمية داعش في تغطيتها الإخبارية إلا أنها لم تفقد الأمل يوما بأن الغد المشرك سيبزغ قريبا جدا فداعش غير باقية ولن تتمدد لأخبار الآن تريسي أبيانتون لبنان ننوه مشاهدين الكرام إلى أنه باستطاعتكم المشاركة أيضا في هذه المسابقة ليس فقط من خلال اختيار أفضل تقرير والتصويت له وإنما من خلال إعداد تقرير يتناول موضوع تهالك تنظيم داعش الإرهابي ومشاركته على صفحة تلفزيون الآن على موقعي فيسبوك وتويتر مع إضافة هاشتاغ غير باقية ولن تتمدد في أخبارنا أيضا أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ريكس تيلرسون سيشدد على ضرورة وقف العنف وتحقيق الاستقرار في ولاية راخين خلال اجتماعه مع قائد جيش ميانمار اليوم الأربعاء وفر أكثر من ستمائة ألف من مسلمين روهينغا إلى بنجلاديش المجاورة هرب من حملة عسكرية شنها الجيش في ولاية راخين نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير في اليوم العالمي لمرضى السكري مائة وتسعة وتسعون مليون امرأة مصابة محييكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجوالنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها دراسة النساء العازبات أكثر سعادة من الرجال العازبين خلصت دراسة حديثة إلى أن النساء العازبات أكثر سعادة من الرجال العازبين وفق ما أشار إليه موقع جريدة الانديبندن البريطانية ووضحت الدراسة أن دخول المرأة في علاقة مع طرف آخر يتطلب منها جهدا عاطفيا وجسديا وفي الغالب مزيدا من العمل لتلبية متطلبات الرجال إلى صحيفة البيان الإماراتية مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم جهاز حراري لرزد السرطان تمكن طلاب في جامعة كندية من ابتكار جهاز حراري يرصد السرطان بدقة متناهية من خلال قياس أدنى تغير في الاحتباس الحراري داخل الجسم وتعرض النتائج على أطباء للتشخيص اخترنا لكم من صحيفة النهار اللبنانية تعرفوا إلى أول باربي محجبة بعد مشاركة ابتهاج محمد في الألعاب الأمريكية الأولمبية في عام 2016 وإعلانها أول امرأة تشارك في هذه الألعاب مرتدية الحجاب أصبح الابتهاج اليوم لعبة الباربي الخاصة بها وهي أول باربي ترتدي حجابا منذ انطلاق هذه العلامة تجارية أي منذ ثمانية وخمسين عام ختما مشاهدين من صحيفة الاتحاد الإماراتي جيتس يخصص مائة مليون دولار لاكتشاف علاج للخرف يخطط الملياردير الأمريكي بيل جيتس المشارك في تأسيس شركة مايكروسوفت لاستثمار خمسين مليون دولار في صندوق اكتشاف مرض الخرف وهو صندوق لرأس المال يجمع بين جهود شركات للأدوية والحكومة لإيجاد علاج للمرض الذي يذهب بالعقل نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا أحيى العالم يوم أمس اليوم العالمي لمرض السكري 2017 تحت شعار النساء والسكري حقنا في مستقبل صحي كم عدد المصابات بهذا المرض في العالم ما هو وقعهن والتحديات أمام الحكومات من أجل حياة أفضل لهم الأجوبة ضمن التقرير التاني حوالي 200 مليون امرأة مصابة بمرض السكري تحيين اليوم العالمي لهذا المرض وستتوقعاتهم مؤكدة بأن يرتفع عددهن إلى 313 مليون بحلول عام 2040 يأتي الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكري هذا العام تحت شعار النساء والسكري حقنا في مستقبل صحي بهدف الوصول المتساوي والمنصف في العلاج لجميع النساء المصابات بالمرض أو المعارضات لخطره بالأدوية والتكنولوجيا الأساسية المتعلقة بالمرض والتتقيف في مجال الإدارة الذاتية والمعلومات التي يحتاجن إليها لتحقيق النتائج المثلى لعلاج السكري وتعزيز قدرتهن على الوقاية من دائه من النوع الثاني يعد مرض السكري السبب رئيس التاسع للوفاة بين النساء على الصعيد العالمي فقد تسبب في مليونين ومئة ألف حالة وفاة كل سنة نتيجة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تواجه الفتيات والنساء المصابات بالمرض حواجز في الحصول على الوقاية من السكري من حيث التكلفة والكشف المبكر والتشخيص والعلاج والرعاية لسيما في البلدان النامية تشير تقارير الاتحاد الدولي للسكري لعام 2017 أن اثنتين من بين كل خمس نساء مصابات بمرض السكري في سن الإنجاب ويمثلن أكثر من ستين بليون امرأة في جميع أنحاء العالم فيما تكون النساء المصابات بالداء من النوع الأول لديهن خطر متزيد للإجهاض المبكر أو وجود طفل مع تشوهات ويمكن منع ما يصل إلى 70% من حالات داء السكر من النوع الثاني من خلال اعتماد نمط حياة صحية نبه تقرير إلى أن إدارة مرض السكري ومطاعفاته تبدأ في رعاية الصحية الأولية إذ أن جميع النساء المصابات به يحتجن إلى الحصول على رعاية والتعليم بصورة معقولة ومنصفة لتحسين إدارة المرض وتحسين نتائجهن الصحية تتنفذ شركات التكنولوجيا الحيوية لتطوير أدوية تستخدم البكتيريا كعققير لمحاربة السرطان معاولة على نتائج علمية حديثة أظهرت أن المرضى الذين لديهم مستويات مرتفعة من البكتيريا المعوية المفيدة يكونون أكثر قابلية للاستجابة إلى العلاج المناعي الحديث ويبدو أن بعض أنواع البكتيريا قادرة على المساعدة في محاربة السرطان بواسطة تجهيز خلايا جهاز المناعة وتمهيد الطريق أمام العلاجات المناعية المعروفة باسم BD1 التي تعمل على إطلاق العنان لجهاز المناعة في الجسم بشرة سر لكل ما يعاني ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم فالعلاج أصبح متاحا باستخدام تكنولوجيا النانو للعلاج تفاصيل أوفى مع المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن عبير عبدالله استخدم باحثون أمريكيون تكنولوجيا النانو وآدات تعديل الجينات كريسبر كاس 9 لتعطيل جين رئيسي مرتبط بالكلسترول في خلايا كبد الفئران وهو تقدم قد يؤدي إلى وسائل جديدة لتصحيح الجينات التي تتسبب بارتفاع الكوليسترول وغيرها من أمراض الكبد وتعني تكنولوجيا النانو تصميم ومعالجة مواد أصغر من عرض شعرة الإنسان بآلاف المرات ومن خلالها يمكن صنع جسيمات متناهية الصغر لتعديل الحامض النووي الوراثي دي ان اي في كبد الحيوان البالغ بشكل دائم ومحدد وحاول العلماء في الدراسة تطوير وسيلة آمنة وفعالة لتوفير المكونات المطلوبة للآدات الجينية كريسبر كاس 9 وهو أشبه بالمقص الجزئي الذي يستطيع انتقاء وإبعاد الجينات المعتلة واستبدالها بغيرها من الحامض النووي الوراثي ويمكن لمستويات الكوليسترول المرتفعة أن تسد الشرايين وتسبب انخفاضا في تدفق الدم وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة بأزمة قلبية أو جلطة ويعكف الفريق حاليا على تحديد أمراض كبد أخرى يمكن أن تستفيد من الطريقة العلاجية الجديدة وتنقيحها لاستخدامها مع البشر وقال الباحث في الدراسة إذا استطاع الإنسان إعادة برمجة الحمض النووي الوراثي في الكبد فإن ذلك سيؤدي إلى إيجاد علاجات جديدة لكثير من الأمراض ما هو أجمل شيء حصل معك اليوم؟ سؤال وأن نطرحه عليكم مشاهدين الكرام وننتظر إجاباتكم عبر فيديوهات ترسلوها لنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ يوم في حياتي نتابع الزميل جمال العربي الذي جمع لنا عددا من هذه المقاطع المصورة نتابع مرحبا متابعين الكرام عدنا مجددا معكم في هاشتاغ يوم في حياتي وأهم شيء أو أجمل شيء حصل معكم اليوم معنا الزميلة آية للحديث عن أجمل شيء حصل معها آية مرحبا ما هو أجمل شيء حصل معك اليوم؟ أجمل شيء حصل معي اليوم أني رحت للامتحان والصبح والحمز الله جبت درجة نهائية في الامتحان ويسرت فيه تمام أية كانت عندك تحضيرات لهذا الامتحان؟ حقيقة ما حضرت شوالا شيء بس اعتمدت على فهمي ومعلوماتي العامة وفعلا أفدتني فلما يكون عندكم امتحان ما تقولوش لا أنا ما درستش لا أنا مش هنجيب درجة كويشة لإني مش حافظ لا لكن لازم يدرسوا آية ادرسوا شوية بس اعتمدوا أهم شيء لا لازم دراسة اسمعوا اعتمدوا أهم شيء على ثقافتكم الحياتية واللي فهمتوه من الدرس وبعدين يأتي الحفظ لكن انك انت مثلا صار معك ظرف وما درستش هذا اليوم لا يعني انك لا تدخل امتحان ادخل امتحان وممكن يلعب معك الحفظ زي ما لعب مع اليوم طبعا هذا أجمل شيء حصل معايا ننتظر فيديوهاتكم مشاهدين الكرام لمشاركتها بهاشتاق يوم في حياتي على مواقعنا في أخبار الآن ونتابع هذه الفيديوهات التي أرسلتموها لنا انه اهم شيء رضي الوالدين اذا رضيوا عليك الوالدين تكون ايابك كلها جميلة واجمل يوم وافضل يوم في حياتي اني التحقت في المعهد ومارست هوايتي واني ان شاء الله اطمح المراتب العليا اللي هي اكزكتف شيف في احد الفايف ستار هوتيل اجمل يوم في حياتي يوم بشرت والدي بالتخرج بمعدل اكاديمي عادي وظهور الفرحة عليهم اسعدتني لهذا اليوم الفرحة يعني الشعور التخرج من الجامعة شعور لا يوصف ابدا يعني خمس سنوات مرت سريعة وكان فيها جد اجتهاد وكانت معدلات عالية والاختبارات صراحة تفرق بعد التخرج هي مميز اول ولادة لي كان بابني خالد كان يوم مميز بالنسبة لي وكمان صادف انه ذكر زواجي بنفس اليوم اني تخرجت من جامعة ملك سعود ادارة اعمال واطمح ان شاء الله اني حضر الماستر وان شاء الله ربي يكتب لنا الوظيفة الكويسة او عادي يعني نحضر البزنس خاص فيني ان شاء الله يعني بدنا في خبرنا الاخير اوقفت نقابة الموسيقين المصرية المطربة شيرين عبدالوهاب عن الغناء واحالتها الى تحقيق بعد تهمها بالاستهزاء بمصر خلال حفل اقامته في الامارات وتداول رواد تواصل الاجتماعي مقطع مصورا لشيرين اثناء حفل لها في الشارقة ترد فيه بطريقة ساخرة على احد المعجبين طلب منها غناء احد اغانيها الوطنية فاجابته برد يسخر من وطنها وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين جيش زنبابو يستولي على السلطة ويقول مقابي بخير وواشنطن وبريطانيا يدعوان رعيهما للاحتماء وفي الموصل وبعد طرد داعش مراكز الطفولة تعيد تأهيل مبانيها لاستقبال الاطفال من جديد وبشرة لمرضى السرطان شركة تكنولوجيا الحيوية تسرع الخطى لتجنيد البكتيريا ضد المرض بهذا اذا مشاهدين الكرام لكم قد وصلنا واياكم الى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الاخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الالكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم ايضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع اعود واتقيكم مشاهدين الكرام بعد قل من نصف ساعة في مجاز الأنباء دائما كونوا معنا اشتركوا في القناة